ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تخوض تجربة تربوية جديدة بعزيمة الواثق بإمكاناته سارعت إلى تبنيها عن طريق تطبيقها لبرنامج دمج الطلبة دوي الطراب التوحد في مدارس المرحلة الإعدادية حيث تم افتتاح أول فصل دراسي في مدرسة وادي السيل الإبتدائية الإعدادية للبنين تم التهيئته بجميع متطلبات الدمج اللازمة من كوادر بشرية مؤهلة وصفوف خاصة لامست أعلى المعايير الدولية المعدة خصيصا لاحتواء البرامج الدراسية النوعية التي ستتيح لهذه الفئة ولأول مرة فرصة استكمال الدراسة النظامية في مدارس المرحلة الإعدادية مع أقرانهم من الإصحاء اليوم خطوة مهمة جدا وسعيدة في نفس الوقت وزارة التربية والتعليم تتقدم بخطة ثابتة على طريق الإنجازات والرعاية لأبنان الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة عندما تم افتتاح أول فصل لهؤلاء الأبناء العزاء في المرحلة الإعدادية بعد أن نجحت التجربة نتيجة تضافر جميع الجهود سواء أخواني في منتسب وزارة التربية والتعليم أو أولياء الأمور الكرام وكذلك أبنانا الطلبة فقد نجحت الوزارة في المرحلة الإبتدائية في دمج هؤلاء الأبناء يوجد 145 طالبا وطالبة ولله الحمد تم دمج 39 طالب وطالبة منهم هذا يؤكد أن سياسة الدمج في وزارة التربية والتعليم تسير وفقا لأسس علمية وتخطيط واضح المعالم وأهداف محددة النتائج المبهرة التي حققتها تجربة دمج طلبة التوحد خلال الفترة الماضية هي من تندرج ضمن الإنجازات التعليمية العديدة التي حققتها وزارة التربية والتعليم طوال سنين خلت ولعل لغة الأرقام تأتي بآدلة دامغة على صحة القول السابق إذ ارتفع عدد المدارس المطبقة لهذه التجربة الرائدة من ثلاث مدارس في العام 2010 تضم أحد عشر طالبا وطالبة فقط لتصل إلى تسع عشرة مدرسة في العام الحالي تضم مائة وخمسة وأربعين طالبا وطالبة تم نقل ما يزيد على تسعة وثلاثين طالبا وطالبة بصورة كلية من الصفوف الخاصة إلى العادية نتيجة للتطور الملموس في مستواهم على الصعيد الأكاديمي والسلوكي والنفسي وحتى الاجتماعي الوزارة مهم قصرة أن أشوفها ما شاء الله عليه أول يوم متقبل المدرسة كان ذي اللوالي خاطحين أوكي حسن التنفيذ وعظم النتائج لا بد وأن يقابل بالإشادة وعظيم المساعي الحثيثة والمستمرة التي تقوم بها الوزارة في تطوير السياسات وتطويعها من أجل المضي قدما نحو دمج ذوي العزيمة من طلاب الطراب التوحد داخل الفصول العادية إن المتابعة لمعالم التميز بترجمة التجربة على أرض الواقع العملي من داخل البحرين وخارجها تراه وقد أفصح بشهادة علنية عن روعة الفكرة وريادة البحرين بتنفيذها لتلفزيون البحرين محمد رشادات